اشتركوا في القناة 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 التوقعات بالنسبة للخارطة الفلكية اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه رح يحمل لك نوع من انواع المشاحنات اغلب الشهر هاي المشاحنات رح تكون عادة مع اهل البيت او مشاكل داخلية على مستوى البيت فعشان هيك يبدك تمسك اعصابك في اثناء تعاملك مع البيت وخصوصا في الامور اللي الها علاقة اما بالاعطال او الها علاقة بالمشاحنات او الها علاقة بابداء الرأي او ممكن حتى نقل من بيت لبيت بشكل قصري يعني بمعنى اخر تجبر على انك انت تطلع من بيتك وتنتقل على بيت ثاني عادة هاي شغلات بتوتر وبتعمل نوع من انواع الزعزعة او الاستقرار عند الواحد فعشان هيك بدك تدير بالك ممكن اشخاص منك ويهتم بصحة احد افراد البيت ممكن احد الاخوة او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه اغلب الشهر رح يكون فيه ايجابية قوية تدعمك على المستوى العاطفي فعشان هيك يمنقول انه فيه فرص كبيرة لموليد برج الدلو انه يكون عندهم نوع من انواع الارتباط او اشياء لها علاقة ببدء علاقة عاطفية او تطور علاقة عاطفية من وضع لوضع ولكن بدك تدير بالك في اسوأ الايام اللي هي تأثيرات القمر مثلا بتكون سلبية معاك ممكن تصير عندك نوع من انواع الحدية او العصبية اللي ممكن انها تخلق نوع من انواع المشاكل ما بينك وبين حبيبك اما بالنسبة لبيتك السادس فعلى مستوى العمل يعني بشوف انا انه بداية اول اسبوع يعني اول الاسبوع ايجابي بدعمك على مستوى العمل بشكل جيد ولكن تكملت الشهر بتكون مش جيدة فبتنضغط على مستوى العمل لدرجة انه في منكو ممكن يترك عمله او ممكن يفكر بتغييره او ممكن حتى يخطأ باجراء بعض الاعمال اللي هو مو كليلا له يعني ما ينفذها بالشكل الصحيح فيكون من ضمنها في اخطاء ونوع من انواع المحاسبة في منكو لازم يهتم لصحته بشكل جيد خلال هذا الشهر لانه ممكن تطلع اعراض جانبية عند البعض منكو او امراض فجأة او مرض قديم يرجع يظهر لك مرة ثانية فعشان هيك شايف انا انه في بعضكو ممكن انه يكون له زيارة للمستشفى او مكوث او عملية لا قدر الله طبعا اما بالنسبة للبيت السابع فيعني شايفوا انا بين روتيني وبين انه في اشياء ايجابية وبرضو بيحمل بعض الشحنات السلبية بيت الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية فلما نحكي انه روتيني بالاغلب يعني المشاحنات اللي موجودة فيه بتيجي على شكل ساعات معينة خلال ايام مش انه شغلة مستمرة انه نحكي والله بدأت تستمر اربع خمس ايام او مدة طويلة فبنحكي انه ممكن انتصل لمرحلة الفراق او الطلاق او الشغلات اللي مثل هيك ولكن انه هي بتصل لمرحلة انه بصير فيه مشاحنة وزعل وفيه مصالحة وممكن تستمرها يوم او يومين اكثر شيء وبعدين بترجع وبتختفي فعشان هيك ما فيه داعي للقلق من هذا الموضوع ولكن انه عصبيتك وحديتك طاغية عليك خلال هذا الشهر فلا تختلق انت المشاكل مع شركائك العاطفيين يعني زي زوجي او زوج اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه بظل دعمك خصوصا اول 11 يوم بشكل قوي جدا لدرجة انه ممكن يجيك دعم او ممكن تحصل الديون لا اليك كانت معدومة او صعب انك انت تحصلها ممكن انه يكون فيه نوع من انواع القروض او الميراث او استردادات مالية من ضريبة او تأمين اما بعد يوم ال 12 بشوف انا انه فيه نوع من انواع التفاوت يعني بتكثر المصاريف او الالتزامات او المطالبات او اشياء لها علاقة بالفوتير او سداد قروض عليك او ديون عليك وبتتقلب يوم ايجابي او بتلاقي انه او يومين ايجابي بتلاقي يوم فيه سلبي عشان هيك بنقول انه لما تسمع الابراج اليومية بكون افضل لذكر التواريخ لانه صعب انه اذكر التواريخ ورح يعني تتحيروا انه كل بيت بذكر التواريخ ما رح تقدروا انتوا تسجلوها اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه اول اسبوع تقريبا فارغ من اي نشاط خارجي وهو هذا بيت الدراسي والسفر اللي بعيد او الهجرة او القضايا القضائية او الامور اللي الها علاقة بالاكاديميات التعليمية والدراسية فاول اسبوع انا بشوفه تقريبا فارغ تماما من اشياء تدعمك الا شغلات بسيطة جدا ولكن من اليوم 11 تقريبا لاخر الشهر بيكون ايجابي وبيدعمك بقوة فعشان هيك بيكون في مجال للسفر او التنقلات او العمل مع مؤسسات تعليمية او ابو حوت او دراسة او امتحانات او هاي كل هاي الامور بتكون ايجابية بشكل قوي واللي عنده قضية قضائية بالفترة هاي رح يلاحظ انه مسار القضية صار باتجاهه يعني لمصلحته فعشان هيك جهز حالك ورتب اوراقك خصوصا اللي عندهم قضايا لا الفترة هاي عشان انه يستغلوها اللي حولوا القضية لمصلحتهم اما بالنسبة للبيت العاشر بيت العمل مع المؤسسات الكبيرة فانا بقولك انه هذا تقريبا روتيني عملك روتيني رح يتقوم بالعمل بالشكل اللي مطلوب منك فقط لا غير ولكن في بعض الايام ممكن تحتد عليك الامور تقصر في عملك او تحتد مع احد الزملاء في العمل او حتى مع رؤسائك بالعمل ولكن الاغلب رح يكون روتيني او جيد ولكن في هذه الايام بدك تكون حذر وتمسك حالك من العصبية اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف بيت العلاقات العامة والاصدقاء والنشاطات الاجتماعية تقريبا يعني اول اربع ايام بيكون ضاغط عليك بشكل سلبي وبعدين بيستمر بشكل ايجابي لغاية اخر اسبوع اخر اسبوع بصير ضاغط بشكل سلبي جدا فعشان هيك الايام الايجابية هاي اللي ممكن انت تعزز علاقاتك او تستفيد منها او تخليهم يدعموك بمسألة معينة او يحاول انهم يساعدوك بشيء معين او تطلب مساعدتهم او واسطتهم حتى يساعدوك في اشياء معينة ممكن يتوجه لك كثير من الدعوات لحفلات او مناسبات او اشياء يبتدعمك وبتدعم من موقفك او موقعك الاجتماعي ولكن في اخر اسبوع ممكن يصير فيه نوع من انواع الحدية العالية لدرجة انه في هاي الفترة ممكن انك انت تخسر صديق او تخسر معرفة او علاقة بينك وبين اشخاص انت بتعرفهم اما بالنسبة لبيت المتاعب وهذا اللي بطمن تقريبا يعني اول اول اسبوعين او ثلاث اسابيع بكون لصالحك ولكن اخر اسبوع برضو بضغط بس مش بالقوة العنيفة فعشان هيك بنقولك انه طيلة الشهر في عندك نشاط قوي جدا وفي عندك قدرة على الاقناع بتقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة للك بتقدر تثبت حالك وتثبت حالك بشكل قوي ممكن يكون عندك فراسة او حدث عالي جدا انك تقرأ الاشخاص اللي حواليك لدرجة انه بتعرف نواياهم او ايش مشاكلهم او ايش المأبدهم منك بالضبط يبل ما هم يحكوا فعشان هيك هاي فرصة مناسبة انها بتعزز من قواك وبرضو في نفس اللحظة بتحميك من تآمر اي شخص عليك بخلال هذا الشهر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء